سلام من الله عليكم متابعين قناة امي المغرب ظهر الفرنسي زد دين زيدان المدير الفني لريال مدريد امام وسائل الاعلام عقب الخسارة الثقيلة امام برشلونة بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو اليوم وقال زيدان في تصيحات نقلتها صحيفة ماركا الاسبانية بدأنا بشكل جيد للغاية كان الشوط الأول مميزا جدا من طرفنا والهزيمة في النهاية اذرتنا انها كرة القدم وعلينا ان نفكر فيما هو قادم الآن كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة لنا واذاف لا بد لي من اختيار شيء ومع كوفازيتش كان الامر مختلفا كان يجب ان نكون حذرين مع ميسي ولقد فعلها هذا جيدا هذا ما قررناه قبل المباراة وعن طرد كرفخان قال هذا يحدث من وقت لآخر كنت افكر في بعض التغييرات سجلوا الهدف الثاني بعد الطرد واصبحت مباراة اخرى صعبة جدا وحول خطته خلال مرقات الشتاء اضاف نحن لا نتحدث عن ذلك واختتم دافعنا بشدة وفي هذا المجال هناك تفاصل دقيقة تحكم لن نصاب بالجنون انها هزيمة صعبة لغاية ولكن لن نغير اي شيء لن نخفض ذراعينا سندهب في اجازة ولا نفكر في هذا الموضوع سوف نستمتع مع الاسرة لم ينتهي شيء بعد شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الآن